اشتركوا في القناة ولي اذكركم باننا بنعمة المسيح وزي ما اعلننا هنبدأ سلسلة جديدة بعنوان علاقة محمد باليهود الأسباب والأسرار وحيكون معانا من اسرائيل برضو زي ما اعلننا السيد مردخاي كيدار في بعض حلقات السلسلة واللي هنبدأها اذا شاء الرب وعشنا الاسبوع بعد القادم لانه احداث ميلاد المسيح القرآني فيها كثير من الاخطاء والامور الهامة اللي بتحتاج اننا نسلط عليها الضوء تعالوا مع بعض نشوف عنوان حلقتنا النهاردة مريم القرآنية بين الاخطاء والجزور الاسطورية طبعا مشاهدين يعني احنا بنكون في انتظار مشاركاتكم واسئلتكم زي المعتاد بنرحب بوحيد وبنبدأ نشوف موضوعنا اهلا بك يا وحيد اهلا فضواء واهلا بكل الاحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع طيب خلينا في البداية نفهم عنوان الحلقة عنوان الحلقة مريم القرآنية علشان نفرق بينها وبين مريم الكتاب المقدس مريم الإنجيل فالبون شاسع جدا والشخصية مختلفة في امور كثيرة جدا يمكن قدمنا جزء الاسبوع السابق عشان كده سميناها مريم القرآنية نبقى حنتكلم عن مريم القرآن ابنة عمران بين الاخطاء فيه اخطاء فيه القصة ذكرنا جزء المرة السابقة وسيكون لنا ايضا المرة اللاحقة زشار ربو عشنا وبين جزورها جزور سورة مريم ايضا لها جزور أسطورية برضو النهاردة ممكن نطلع على بعضها مش هناخذ الكل لأنه المساحة كبيرة بلا شك نعم طيب أنا أحب أن ندخل على طول في الموضوع تهيئة اللي عندك برضو انت مادة بنعمة الرغم خلينا نبدأ طيب أنا بداية أبدأ بهذا العنوان جزور سورة مريم وجزور سورة مريم مأخودة من كتب منحولة منحولة يعني غير صحيحة يعني محرفة يعني مزورة كانت موجودة في الوقت بالإضافة إلى ما هو موجود في الأشعار ففي الأشعار العربية قبل الإسلام أيضا موجود هناك يعني صدى كبير جدا لسورة مريم أو لشخصية مريم تحديدا نعم فأنا بداية حابب أقدم قصيدة لأمية ابن أبي السلط وفيها تناول ابنة عمران أيضا وليست مريم العزراء اللي في الكتاب المقدس وهذا الشعر هو أحد الجزور أحد المصادر الأساسية التي استقى منها محمد فكرة معلومته عن مريم اللي مفروض بين قصين تكون أم المسيح له كل المجد طبعا هو الشعر آيات جاهزة آيات قرآنية جاهزة يعني مش محتاجة حتى أنه ينظمها ولا يرتبها كشعر صحيح جاهزة وفي نفس الوقت كمعلومة هي أيضا جاهزة يعني مش بس في سياقة الشعري أو النسري لا هي كمان كمعلومات فيها جاهزة بالنسبة له طيب قبل ما تورينا القصيدة هل القصة بتاعت مريم موجودة معروفة عند خلينا أقول عند العرب في الوقت يعني أنت بتتكلم عن المسيحية اللي انتشرت شمالا وشرقا وجنوبا وغربا وجزيرة العرب فيها يعني نجران نجران دي فيها 73 قرية مسيحية هذا الكلام من المصادر الإسلامية موجودة في الطبر والقرطبي 73 قرية مسيحية يعرفون المسيح يؤمنون بالمسيح وأولوهيته يعرفون العزراء مريم ولذلك كان لهم رأي حتى فيما سمعوه من محمد عن مريم العزراء وبالتالي نحن لا نتكلم عن بلاد بعيدة عن منطقة مهد الإسلام أو رسول الإسلام نعم متجاورين مع بعضهم البعض فكل ده منتشر وكل ده موجود وفجأة تلاقي شخص يتكلم كأنه الموضوع جديد ولا يعرف أحد وكأنه سيقلم معلومات جديدة عن العزراء وعن المسيح وأن المسيحين دول مش فاهمين ولا عارفين أي شيء أنا اللي جا يكلمكم هذا الكلام ينطلع على الذين ليس لديهم أي معرفة بالمسيحية ولذلك المسيحيون رفضوه واليهود رفضوه رفع سيفه على من يسمى مشركين وهؤلاء الذين دخلوا في الإسلام ومن أجبير من أهل الكتاب على أن يدخل ويعتنق هذا الدين بالسيف لكن الذين يعرفون كتبهما المقدسة عارفين أنه لا علاقة له لا بإله ولا بوحي ولا بأي شيء نعم صحيح أبدأ بهذا العنوان جزور سورة مريم وسورة مريم من شار أمية بن أبي الصلت قصيدة بعنوان أنابت لوجه الله القصيدة موجودة في البدء والتأريخ لأحمد بن سهل البلخي أو البلخي الفصل العاشر جزء واحد صفحة 289 لمن يريد أن يرجع خلينا نقرأ القصيدة في الأول كجملة واحدة يقول أمية وفي دينكم من رب مريم آية منبئة بالعبد عيسى بن مريم أنابت لوجه الله ثم تبتلت فسبح عنها لومة المتلوم فلا هي همت بالنكاح ولا دنت إلى بشر منها بفرج ولا فمي ولطت حجاب البيت من دون أهلها تغيب عنهم في صحاريا رمرمي تدل عليها بعدما نام أهلها رسول فلم يحصر ولم يترمرمي فقال ألا لا تجزعي وتكذبي ملائكة من رب عاد وجرهمي أنيبي وأعطي ما سئلتي فإنني رسول من الرحمن يأتيك بابنمي يعني بابن فقالت له أنى يكون ولم أكن بغيا ولا حبل ولا ذات قيمي يعني رجل قيمي يعني رجل أأخرج بالرحمن إن كنت مسلما كلامي فأقعد ما بدى لك أو قمي فسبح ثم اغترها فالتقت به غلاما سوي الخلق ليس بتوأمه يعني ما في الزيو ما فيش أخوه بنفخته في الصدر من جيب درعها وما يصرم الرحمن من الأمر يسرمه فلما أتمته وجاءت لوضعه فآوى لهم من لومهم والتندم وقال لها من حولها جئت منكرا فحق بأن تلحي عليه وترجمي تلحي يعني تحط توضعي في القبر فأدركها من ربها ثم رحمة بصدق حديث من نبي مكلمي أنيبي وأعطي ما سئلتي فإنني رسول من الرحمن يأتيك بابنمي وأرسلته لم أرسل أغويا ولم أكن شقيا ولم أبعث بفحش ومأثمي ده النص بتاع أمية ابن أبي الصلت ويمكن من له صدى نصوص قرآنية في أذنه عن ابنة عمران اكتشف أنه هناك الكثير من التطابق في جهة والتشابه في جهة أخرى فقبل أن أبدأ بالمقارنة بين ما قرأنا وبين نصوص القرآن إذا حبيت أو عندك أي جزرية لا خلينا نبدأ خلينا نشوف المقارنة طيب أنا حبدأ في المقارنة فخليني أبدأ وفي دينكم من رب مريم آية منبئة بالعبد عيسى بن مريم نأتي هنا المؤمنون خمسين واجعلنا ابن مريم وأمه آية وفي سورة الأنبياء واجعلناها وابنها آية للعالمين يبقى وفي دينكم من رب مريم آية لم تكن الموضوع جديد موجود قبل محمد أمي بن أبي السلط يكتب عن عيسى أنه آية نجد هذا في القرآن يكرر على أقل تقدير مرتين مرة في المؤمنون خمسين ومرة في الأنبياء واحد وتسعين طيب عشان الناس تكون معنا إحنا يعني كنا أخذنا موضوع عن أمي بن أبي السلط والأشعار بتاعته وكيف محمد كان بيمدح الأشعار بتاعته أنه كان مؤمن يعني أو مسلم كاد أمي أن يسلم تقريبا حاجة زي كده وشفنا كمان أنت جبت حديث أنه كان بيطلب هو يسمع شعر أمي صحيح لدرجة أنه في واحد إداله ميت بيت صحيح من الأشعار بتاعت أمي وكان يقول ها ها يعني هات كمان هات كمان من أشعار أمي طيب فالموضوع معروف أي مسلم يعني محايد يريد أن يصل إلى الحقيقة سيقرأ الكلام اللي أنت قلتي والكلام اللي موجود في هذا الشعر طيب بس عايزين عشان يعني الأحباء المسلمين يفهموا أنه محمد هو اللي كان بيستقي من أمي طبعا بصي هو محاولات كثيرة للهروب من هذه الجزئية أنه أمي هو اللي أخذ وكان القرآن موجود بالعكس عندكم أحاديث وضعناها قبل ذلك أنه محمد كان يسمع للشعر أمي ابنها بالسلط نعم يعني الموضوع بسيط لمن يريد أن يفهم طيب هنتقل إلى جزئية أخرى في الشعر ولطت حجاب البيت من دون أهلها نقرأ هذا الكلام في سورة مريم 16 و17 واذكر في الكتاب مريم إذ انتبزت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا يعني هذا الكلام نحن نحن أمام تطابق الآن نعم حجاب البيت من دون أهلها ونجد أذكر مريم إذ انتبزت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا طبعا هنا احنا لازم لازم نتكلم لازم يعني نفصل أشياء كثيرة ربما نتطرق لها في الحلقة القادمة أكثر ولكن الآن يعني ألم تكن مريم ابنة عمران في معية زكريا الذي كفلها أو كفلها لماذا انتبزت مكانا شرقيا يعني أنا ما عايز أخوط في الجزئية دي حخليها للمرة القادمة بنعمة الرب إذا دانا الرب عمر وعشنا الأسبوع القادم لكن أنت لازم تفكر معنا يعني ما بتسمع الكلام وبتقول أمين عندنا إحنا أهل الكتاب ما في أمين بسهولة مش ناس بنحفظ ناس بنفهم النصوص يمكن أنت مهتم بالحفظ لكن الحفظ لا يؤدي بطبيعة الحال إلى يعني إذا أنت حافظ لازم تكون فاهم يا ما قابلنا أحباء مسلمين حتى ما يعرفوا عربي حافظ النصوص ويمكن بيصلوا بها وهم لا يعرفون ما معنى هذه النصوص نعم نتقل إلى جزئية أخرى هذا الكلام الكثير تدل عليها من بعد ما نام أهلها إلى آخر الكلام اللي أنا قرأته مش هكرره لكن هجيب المقابل لي في القرآن مريم 17 إلى 19 فهنا رسول فلم يحصر ولم يترم رمي في الشارع اليمين نجد في سورة مريم فأرسلنا رسول إليها من روحنا فتمثل لها بشرا سويا جزئية الثانية وأرسلت ولم أرسل غوية ولم أكو شقية ولم أبعث بفحش ومأسمي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية طبعا تقية أكيد عندك فكرة كم اللغط في التفسير اللي في موضوع التقية من يقول أنا تقية حتى شخص أعوذ بالرحمن منك لو أنت تقية تاقي للشخص المعروف لو أنت تقية هذا أنا أعوذ بالرحمن منك لأنه لا يستقيم المعنى إزاي تتعوز من تقي فبالتالي محاولات الخروج رهيبة جدا من هذا النص المعنى السليم أعوذ بالرحمن منك إن كنت شقية وليس تقية ونحن نعرف أن القرآن كتب بدون تنقيط وبالتالي سهل جدا أن الشين التي ليس فيها تنقيط أن تتبدل مع التقية شقية فيما كتب أمي شقية هي تتماشى بالتعوز أعوذ أنا أرسلت لم أرسل غوية ولم أكن شقية لكن القلب ينقل بس مش شاطر كثير أول الناسخ وقع منه هذا الأمر ثم الجزئية الأخرى قال إنما أنا رسول ربك ربك هذا الجزئية الأولى رسول فلم يحصر ولم يترم الألوان قارن بين الألوان آخر جزئية في هذه الصفحة لأهب لك غلاما زكيا فالتقد به غلاما سويا الخلقي ليس بتوأمه بساط بعض يعني الجزء السطور الأخيرة غلام مالوش أخ مالوش زي ليس بتوأم يعني مالوش شبيه وهنا غلام زكي حتى غلام هذا التطابق في الشعر كما في القرآن ويعني الأحباء المسلمين كأنه القرآن شيء جديد وحي من عند الإله أعطيه لرسول الإسلام موجود عند أمية بن بساط حتى أمية لم تكن عنده الأخبار السليمة الكتابية اللي يضعها في شعره وبالتالي جاء رسول الإسلام يسمع أي شيء من أي مكان يشيل ويحطه في القرآن ومن ضمن ما وضع هذه الأخطاء الكثيرة أكمل جزئية الشعر لو سمحت لي فلا هي همت بالنكاح ولا دنت إلى بشر منها بفرج ولا فمي هذه الجزئية مريم لم يمسسني بشر ولم أكو بغية يعني تخيلي مريم العزراء تتفوه بهذا الكلام السخيف لم يمسسني بشر لم أكن بغية هذا الكلام لا يتناسب مع مريم العزراء مريم الإنجيل هذا الكلام يتناسب مع ابنة عمران القرآن يعني خلينا أقول لك جزئية عشان بس تفهم احنا بنبص للأمور إزاي تخيل إنه أنا مش عايز أقول يعني واحد أي شخص والدته عزيز عليه صح نعم ويأتي شخص يقول للناس هذه المرأة أم فلان دي يعني ليست بغية ولا أبوها زاني ولا أمها زانية يترى هو بيمدحة ولا بيشوه صورته قدام الناس لا طبعا أكيد بيشوه صورته أكيد هل بيرضى شخص على أمه الكلام ده لا يرضى شخص عاقل إنه يأتي شخص يقول له بص أمك دي أحسن أم في الدنيا لا أبوها زانية ولا أمها زانية ولا هي كانت زانية يرضى شخص يقال كده عن أمه أنتوا بتفهموا الأمور إزاي كيف يعني تعقلون أنه ده فخر للقرآن أنه أنصف ابنة عمران هو يشوه صورته هذا الكلام لا يتناسب مع ابنة عمران عفوا مع مريم العزراء ولا غيرها ولا غيرها الجزئية دي تحديدا سنعالجها أيضا من الأسبوع القادم بنعمة الرفي أمور كثيرة قرآنية وفي التفاسير أكمل فقط هذا الكلام فقالت له أن يكون ولم أكو بغية ولا حبلة ولا ذات قيم داية طابق تماما قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية تخيلي ابنة عمران بتدافع عن نفسها ازاي أنا مش بغية أنا مش زانية تعرفي يعني يعني روعة الكتاب المقدس أن العزراء لم تدافع عن نفسها إطلاقا ولم تقول هذا الكلام لأنه مهما دافعت عن نفسها عن نفسها لن يصدقها أحد صحيح الأمر يحتاج إلى شهادة من السماء صحيح مهما قالت ليوسف النجار زوجها أنا مش زانية ولم يمسسني بشر وكل الكلام ده مش ممكن لكن لما تأتي الرسالة من السماء بملاك من السماء فوق الطبيعة هنا مجبور يوسف أن يصدق خلاص دا من السماء ربنا بيتكلم مش إنسان طيب ما تنسى أنه القرآن أنا ما بعرف إذا حجيب الجزئية دي أو لا ما هو برضو في شهادة من السماء أنه الطفل تكلم المولود تكلم ودافع تكلم ودافع عن أمه عن أم بعد ما ابنت عمران تكلمت ودافعت عن نفسها فأشارت إليه أو معتليه كذا عشان يتكلم في المهد وكيف أن أكلم من كان في المهد صابية إلى آخره وتكلم طيب ما الذي قاله برضو ما فيش حد يعرف شي لكن في النهاية أنا مش جايب الجزئية دي لكن في النهاية هي لن تصحح شي التشويه وقع بالضبط هي طول فترة الحمل دي ما هو الكلام في فترة الحمل أكتر منه في فترة الولادة هو ركز على فترة الولادة صحيح لكن أنت عندك تسعة شهور كاملين المفروض هي يعني فضحت ابنة عمران في المجتمع بتاحه ولا حد يتكلم عليها تخيل لا أنا بتكلم عن ابنة عمران أيوة لا ابنة عمران لا أنا بتكلم عن ابنة عمران فترة التسعة شهور ولا حد يتكلم عليها كأنهم عنيان مش شايفين أنا بتكلم على مريم القرآنية مش تسعة شهور حامل طيب ما فيش حد سأله في التسعة شهور أنا مش عايزة أسبق الحلقة القادمة يعني حتى زكريا ما شاف زكريا اللي حاطتها في بيته تسعة شهور ما شافش حاجة ثابت البيت وطلعت قاعدت برة تسعة شهور فين زكريا الذي كفلها عشان تعرفوا الأكاذيب مكشوفة مفضوحة ما تنفع خلينا أكمل الجزئية دي لأنه خلاص خلصت على آخرة يعني بنفخته في الصدر من جيب درعها هذا عند أمية نأتي إلى القرآن في الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا يعني حتى التعبير مهزب عند أمية أكثر من القرآن القرآن جاء بما هو أسوأ في سورة التحريم ومريم ابنة عمرانة التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا علشان كده لما تجي للتفاسير أخذوا من أمية أخذوا من الأصل بتاع القرآن يعني لما جاء المفسرين فسروا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه فسروا أنه ده نفخ في جيب درعها طبعا أنت جبتها من فين جيب درعها هي مكتوبة في القرآن أخذوها من أمية لماذا رجعوا إلى أمية لأنه هو مصدر محمد ده دليل واضح لأن محمد كان يأخذ من أي مكان والجزئية دي من شعر أمية وما لا يكون واضح في القرآن يرجع المفسرون للمصدر الذي أخذ منه محمد قرآن في هذه الحالة هو الشعر ونحن لا ننسى أنه في مرات سابقة قدمنا كيف أن المفسرون يلجأون في مرات عديدة إلى التلمود ليأخذوا منه التفسير لما تكون القصة القرآنية مأخودة من هناك صعبة ومشبهة ومأخودة من هناك يرجعوا للتلمود آخر جزئي أنا خلصت وقال لها من حولها من حولها الناس اللي حولينا جئتي منكرا فحق بأن تلحي عليه على عيسى يعني أنك جبتي شخص بدون وترجني فسبح عنها لومة المتلومي فأدركها من ربها ثم رحمة بصدق حديث من نبي مكلمي سورة مريم 28-30 يا أخت هارون ما كان أبوك مرأسوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف تكلم من كان في المهد الصبية كيف نكلم للجزئة التي أشرت لها قال إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبي وهنا في الأخضر على اليمين بصدق حديث من نبي مكلم يعني هو تكلم ما هو أمية بيقول أنه عيسى تكلم نعم بصدق قول من نبي مكلمي دي خرافات وهو جاب القرآن الطفل النبي الطفل أني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبي يهو جايب أمية ابنه بالصد يقول لك وحي شيء جديد ما شيء جديد موجود في أشعار العرب وهذه أخطاء إن كان كاتب القرآن له وحي من عند السماء ما كان سقط في هكذا أخطاء لا يسقط فيها من يعرف الإنجيل المقدس إطلاقا معرفة ألباء لا يسقط في هكذا أخطاء بسيطة دي كانت الجزئية الأولى وهي المقارنة بين الشعر شعر أمية وبين مريم القرآن طيب أنا تسمح لي أخذ بعض المداخلات نأخذ عماد من أمريكا ألو أهلا بيك أخي مادر رب يباركك أول حاجة اللي عايزة أقول لحضرينك مريم بنت أمران اللي مذكورة في القرآن دي بتفكرنا بالساد مدانس بتعليلها كبيرة اللي تهز شجرة وتهز نخلة الفواجه تقع إحنا نسمع عن شمشون والقوة بتاعته بس طبعا القرآن تحفنا بشخصية يعني حقيقة في الستات ما شفناش قبل كده واحدة تهز شجع وهي حامل تولد فالبلح يقع بأول حاجة ثاني حاجة طبعا انت وفيت وشفيت في قيامت الموضوع انه هو جاب بتطيع من شعر أمية اللي أنا ما عايزش انا عايز اخبر عليك في اتجاح ثاني هو طبعا كله كان بيقول قبل كده انه هو أساطيع ما هو اللي أساطيع الأولين هو في نفس القرآن محمد رسول الإسلام اتحدى ان حد ييجي بقرآن زيه وعبنا كرامنا ودايما يعني احنا زيما نقول ايه كده بمالوش رجلين في صورة الجن ترجع ونسمع كلمة ايه وقال الجن وبعد كده اننا سمعنا قرآنا عاجبا يهدي الى الرجد وانت عارب بقى صورة الجن دي يعني فيها قنابل موقوتة زي ما تقول بتاع الجد ربنا الأقص ده مين الجد ومين الابن مدام احنا عندنا جد وابن هم بيستريعوا ان نقول لك على التسليس عندنا لا لا فان عايز دفع موضوع الجد يا كمان ازاي لا هم اتعين في موضوع الجد مين قال لكم ما عندهمش توهان في موضوع الجد في صورة الجن شكرا لك اخي عماد مداخلتك واضحة ورائع ربي باركك شكرا لك شكرا لك اخي عماد شكرا لك طيب ناخد مريم من فلسطين مرحبا وانت سالمة وانت سالمة وانت سالمة فضلي وانت سالمة وانت سالمة وحيد والمرأة الفاضلة من يجدها ثمنها وفو كل قالة معلش سمحلي أنا تعليقي هالمرة عن الحلقة الماضية ما لحكت أحكي معكم معلش فضلي اتفضلي ازيد فضلك أنا بحكي معك من قلب الحدث من سهل الرعاة من سهل بوعد سهل الرعاة آه الله رائع جدا الرب يباركك لأنه تعالي أستاذ وحيد وشوف المراعي والخبار اللي أنا في فلسطين بفصل الشتاء اللي الأفندي بيحكي أنه يسوع ولد في الصيف وما فيش مراعي في الشتاء تعالي تفرج على الحشيش والخبار اللي عندنا هو بيطلع بدون مطر فيه خبار بيطلع بدون مطر لا ما فيه بعدين كانت الأرض لابسة حل خضراء لاستقبال السيد رمض السلام وأيدها الملاك لما حكى المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المصرة وكانت المواشف المغارة تنفخ على طفل المغارة حتى تدفيه من البرد القارث وكان هذا هو هدف يسوع أنه يولد في الشتاء البارد حتى تكون كل الناس متخذية يعني أنت هلأ بتكلمين من بيت لحم يا أخة مريم؟ نعم من بيت حتى من بيت صحور من بيت رعوث من بيت بوعز نعم من مدينة الرعاة مدينة الملاكة كان في هدوء الليل وثكون الليل لما تنازل للمسيح واتجسد خليجي يتفضل الشيخ على بيت على فلسطين ويجعل سهل الرعاة ويشوف الحشيش والمطر شكرا شكرا لمداختك وانتو سالمين وسمحنا الله يباركك لا 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 بالعكس دي شهادة رائعة من المكان اللي هو الشيخ يجهل وتماما الشيخ وجد غنين كما يجهل أمور كثيرة الشيخ وجد غنين يفهم في الدم فقط رجل إرهابي من الطراز الأول شكرا لك والربي باركك الله يباركك شكرا لك يا أخة مريم شكرا الله يخليك شكرا لكم الله معكم ومعك خلينا ناخد نهال يا فدوة ومسا يا خيري أخوحيد ملسا نباد اجتهابك في البحث وتفتيح نقاط ما أحلاها بقف قدامه عجزة في الشكر يعني الله يبارك عايزة أشكرك بجد على اختيار كلمة الأخطاء في عنوان الحلقة لأنه على حسب معرفتي أنه برنامج حضرتك بيتسع في الانتشار ومشوره متأكدة أنه بيكون فيه مشاهدين جدد كل أسبوع وممكن حد يقول إيه ده هو فيه أخطاء في القرآن وينسرع ويحول القناة ويمسك روموت كنترول ويحولها خاص هم الدول اللي عايزة أوجه ليهم نصيرها الزهبية النهاردة في حاجة اسمها عم جوجل على رأي أبونا ذاكرية مليان بكل المعلومات فمن فضلك ما تصدقش كلمنا في البرنامج اللي بيقدمه وابحث بالنفسك وحب كلمة أخطاء القرآن هتلاقي العجب أخطاء غرافية أخطاء تاريخية أخطاء علمية والموجات فيها بقى الأخطاء ديت اللي بقى هذا كتاب لايف من عند الله لو ما عملتش كده لبقى بتعمل بي النعامة اللي بتشوف وبتسمع الحق وتتصن رأسها في الرمال ده مش هيغير الحقيقة فرجاءا لو كنت عملت الخطوة دي أردي لسه مش واخد قرار من فضلك اتشجع وأسكر ربنا إنك مازلت على قيد الحياة وتقدر تتسل بالأخ وحيد دلوقت والأخت فادوا وتفرح السامة كلها بقرارك الجريء والطباعة ليسوها المسيح وعمرك ما تندم عليه أكيد أكيد أفتكرتك لسه هتكمل في الموضوع إحنا بنعرف إنه دايما الأحباء المسلمين وحتى في التفاسير وإحنا بنقرأ التفاسير يعني إنه محمد ما كان بيعرف قصص أهل الكتاب ولا الكتاب المقدس هو ما بيعرف عنه أي حاجة ولا كان بيقرأ ولا كان بيعرف وفي نفس الوقت إحنا بنشوف شخص زي أمية مثلا هو يا إما قارئ يا إما عارف سامع أي أن كان هل هذا فخر لأحباء المسلمين أنه يكون أمية عارف وقاري وعنده المعلومات دي كلها ومحمد لا مش عارف أي حاجة بسي طبعا أنا حتكلم وفق للمفهوم الإسلامي وطبعا محمد ليس أمي بمعنى لا يقرأ ولا يكتب هي أصلا أممي خارج رعويات إسرائيل لكن خلينا في موضوع أمي هل الكتاب المقدس يقول فخرهم في خزيهم يفتخر أنه لا يقرأ ولا يكتب علشان في الآخر عايز يوصل شوف ما بيقرأ وما بيكتب بس جاب قرآن فهو يعني ما هو مليان بلاوي القرآن ده والقرآن أنت لو أساسا بصيت له بنظرة محايدة هتشوف فيه بلاوي كثيرة جدا القرآن فهل هو فخر أنك أنت يقول له ما بيقرأ وما بيكتب لكن جاب قرآن المقاييس غريبة جدا يعني عند الأحباء المسلمين جاب قرآن في أساطير والناس اللي في عصره لم يقولوا أوه شوف القرآن ممتاز ازاي شهادة القرآن أنهم قالوا أساطير الأولين قديمة سمعينها جيب غيرها ويطلع بعد شيء يقول أتحداكم تجيبوا قرآن زيه طب ما هي مقاييسك ما هي المقاييس أنا سألت واحد من الأحباء المسلمين لم يعرف أن يعطيني مقاييس نهاردة أنا لما أتكلم أقول لك ابني أتحداك تبني مبنى زيه أقول لك إيه المقاييس بتاعتك أقول لي مثلا الصلابة القوة الطول قوة التحمل ستديني مواصفات إيه هي مواصفات القرآن عشان إحنا قابلين التحدي ومن داخل القرآن كمان سنجيب له من التحدي ما فيه نعم طيب برضو هل ده دليل يعني هل محمد ما بيعرف وما بيقرأ هل ده دليل إنه اللي عنده ده هو فعلا وحي لا طبعا يعني يعني طب هو يسمي إيه شعر أميّة ده مثلا ده وحي ما بيعرف أنا بسيب السؤال للحباء المسلمين يجاوض عليه لأنه فعلا هو سؤال يعني يحتاج إلى إجابة إذا كان أميّة هو عنده كلام قبل محمد ومحمد ما أخذ منه نعم طيب إذا كان عند محمد وحي وما لديه أميّة نسمي إيهن صح؟ سؤال منطق طيب طيب خلينا نكمل وعندنا برضو يعني أنا بس عايز ما أفوت حتة اللي أنت قلتها في المقدمة تداعيات الأعياد الميلاد هي اللي وصلتنا للحتة دي يعني وأنا ما أعز أفوت جزئية مرة واحد بيكلمني من يعني الصديق وبيكلمني عن يعني إحنا بنعمل عيد ميلاد للمسيح نعم وقال لي حتة ظريفة جدا قال لي إنه إحنا بنعمل عيد ميلاد يعني أنت بتعمل عيد ميلاد لوالدك أنا والدي متوفي لوالدك المتوفي والتوله لأ طبعا طيب بتعمل عيد ميلاد لجدك اللي توفى وأنت له لا بتعمل عيد الميلاد عادة لمين وقت له الواحد حي عايزين نحتفل به نقول له كل سنة وانت طيب قال لي طبيعي نعمل عيد عيد ميلاد للمسيح لأنه حي المسلمين بقى بيأخذوا الكلام ده ويروحوا يعملوا تقليد انتوا بتعملوا عيد ميلاد لمحمد ليه لهو ميت عيد الميلاد يعني يقدم أو يحتفل به للحي فقط وحيث أن الأحباء المسلمين يؤمنون أن المسيح حي طبيعي أنه نعمل له عيد ميلاد طبيعي من 2000 سنة نعمل له عيد ميلاد مش مشكلة حي ما بيموتش خلاص داس الموت ببشريته وبلاهوته هو لا يموت ولا غير قابل للموت طب انت بتعمل عيد ميلاد لمحمد ليه ده ميت مدفون عندك هناك في جزيرة العرب فدي الجزئية دي أنا حبيت برضه أقول النهاردة تحية للأخ اللي هو يعني ذكر لي الجزئية اللي تعلمت منه أشياء كثيرة رب يباركه وفي نفس الوقت مناسبة أنه ما نفوتهاش كده ويخلي الأخ المسلم يفكر نعم أدخل في أخت هارون؟ تفضل أشكرك إحنا كنا تكلمنا أنه حنجيب جزئية عن يا أخت هارون للأحباء المشاهدين خليك معايا كده لأنه حاخدها من زاوية ربما بعد شوية بس حقدم إيه اللي قالوهما في أخت هارون سورة مريم 28 بيقول له كده يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسوء وما كانت أمك بغية كلام يعني لا يتناسب مع مريم العزراء هي التفسير قدامكم أنا مش حقولة لكن زي ما انتم شايفين هي سنة وشيعة سنة وشيعة اتفقوا منهم ناخد هذا الملخص في سورة مريم 28 عن يا أخت هارون قيل فيه أقوال قدموا لنا أربعة أقوال في هذا الأمر اقتراحات المعروفة دائما واللي يعني بنعمة الرب أثبت النهاردة أنه الموضوع مش مجاز ولا عشان يقولوا عن وحدة لا القرآن سياق وغير كذا المهم هم قدموا أربعة اقتراحات عن أخت هارون أحدها أن هارون كان رجلا صالحا في بن إسرائيل ينسب إليه كل من عرف بالصلاح وقيل إنه لما مات شيع جنازته أربعون ألفا كلهم يسمى هارون وعزنا ننصدق الكلام دائما فقولهم يا أخت هارون معناه يا شبيهة هارون في الصلاح ما كان هذا معروفا منك يبقى هنا هو ما بتكلمش عن هارون أخ موسى تكلم عن واحد اسمه هارون معروف بالصلاح لما مات أربعين ألف واحد شيعوا الجنازة بتاعه طيب زي ما أنا ذكرت هذا مأخوذ من يعني تجميع من التفسير اللي أنا ذكرتها الرأي الثاني ثانيهما أن هارون كان أخها لأبيها ليس من أمها وكان معروفا بحسن الطريقة يعني ده رأي آخر يقول لا هارون ده يا أخت هارون ده فعلا كان أخوها بس مش من أمها ده أخوها لأبي من أبوها يعني كان معروف بحسن الطريقة يعني راجل صالح ثالث أن هارون أخ موسى لأن المقصود هارون أخ موسى فنسبت إليه لأنها من ولده كما يقال يا أخ تميم طبعا الكلام هذا عاري من الصحة تماما لأن هارون من صبت لاوي وهي من صبت يهوزة الكلام ده غير صحيح الرابع أنه كان رجلا فاسقا مشهورا بالعهر هارون ده اللي بيقولولها يا أخت هارون مشهورا بالعهر والفساد فنسبت إليه وقيل لها يا شبهته في قبح فعلية يعني أنت زي هارون أنت أخته يعني شوف المنطق بتاع الحباء المسلمين الراجل ده مشهور بالعهر يقولولها يا أخت هارون ما كان أبوك يعني التناقض النقض ونقضه موجود في نفس النص الملخص الأربع أشياء هم قدامكم رجل صالح في بن إسرائيل كان أخاها لأبيها ليس من أمها أنه هارون أخو موسى أنه كان رجلا فاسقا مشهور بالعهر والفساد هنا ده المقدمة أنه حتى المفسرين تعبانين أول ما تلاقي المفسرين تعبانين يعرف أنه المشكلة في القرآن الخطأ في القرآن يا أخت هارون حتى وفد نجران كانوا بتريقوا على رسول الإسلام محمد ويقولون للمسلمين ده يقول عنها يا أخت هارون وفد نجران اللي عايش في جزيرة العرب اللي قبل محمد وقبل السيف اللي حطوا في جزيرة العرب كانوا بتريقوا لما سمعوا ده بقول يا أخت هارون قالوا للمسلمين ك黄 أخت هارون رجعوا للمحمد قالوا نحن مش عارفين حتى نرد على النجرانين دول أنا آسف أقول له وفد نجران على النجرانين وفد نجران ده اللي راح لمحمد فقال لهم مش مش تردوا تقولوا لهم هم بيسموا بأهلهم الصالحين بناشهم الصالحين ده الرد كان بتاعه طيب معلش مش عايزة أفوت الحتة دي دلوقتي الصحابة اللي هم سمعوا من أهل النجران يعني هم ما كانوش فاهمين القرآن ما كانوش فاهمين الحتة دي يعني برضو هم حفظينه مش فاهمين صحيح يعني ما نلومش على الأحباء أنا خديكي على رأس الصحابة عائشة مش هي اللي جابها الصغير عشان يعلمها ويسدرسها ويفاهمها ايه رأيك إنو عائشة وواحد اسمه القرزي في تفاسير الأحباء المسلمين عندهم رأي مختلف أقرأ منه قبل أن أدخل إلى قرآنية يا أخت هارون سورة مريم 28 لابن كثير عن القرزي في قول الله عز وجل يا أخت هارون قال هي أخت هارون لأبيه وأمه وهي أخت موسى أخي هارون خلاص قفلا يعني أخت هارون لأبو أمه وهي أخت موسى أخو هارون يقول ابن كثير وهذا القول خطأ محت سؤالي بقى هل هو خطأ محت ولدال فعلا يتماشى مع القرآن أنا لسه ما تكلمتش عن القرآن جايله بس هنلاقي إنو دال يتماشى مع القرآن قرزي ما جاب شيء من عنده إنما عائشة ما طلعتش من حدود القرزي نذهب إلى سورة مريم للقرطبي 28 وقال كعب الأحبار بحضرة عائشة أم المؤمنين إن مريم ليست بأخت هارون أخي موسى فقالت له عائشة كذبت أنت كذاب فقال لها يا أم المؤمنين إن كان رسول الله قاله فهو أصدق أخبر وإلا فإني أجد بينهما من المدة ستمائة سنة قال فسكتت عائشة فهمة أنت بتقول الصحابة نعم طب إيه رأيك عائشة نفسها فهمة إيه الفقيها الفقيها عائشة ما فيش أفقح منها يعني فهمة إيه إنه أخت هارون هارون مين هارون موسى هارون أخو موسى لذلك الرجل لما قال دا مش أخو هارون أخو موسى قالت له أنت كذب لما قال له ستمائة سنة طبعا حتى هو مش فاهم ستمائة سنة نعم لكنه واحد من اليهودة الذين أسلموا كعب نعم فسكتت ما عرفتش ترد تقول إيه يعني مش الصحابة بس اللي مش فهمة حتى عائشة كانت مش فهمة وبعد كده يجي ولك لا يا أخت هارون دا مجاز وأدونا الأربع أسباب وأنا هحتاج خمس دقيق عشان أدخل في القرآن لو أنت حابة أنا حابة أخذ بعض المدخلات في الأول ناخد ليلة من ألمانيا ألو سلام المسايحة أخت أنا حابة أكل عام وأنت بخير أخ أخ وحيد بالنسبة لدي تلحم يعني لأن الشيخ هذا غني命 الجاهل يقول بأنه لم يولد في الشتاء بس أنا أريد أعرف بيتلحم جغرافيا أو يعني الأرض تبعها ما يطلع رطب فيها لأن النخل الذي يثمر رطب يحتاج مناخه والمناخ هذا لا يتوفر في بيت لحم هذا أيضا من الإنساني بأنه تمام، أنت من بيت لحم؟ أنت من هناك يا أخط ليلة؟ سوري؟ أنت من هناك؟ من بيت لحم من المنطقة؟ ليس هناك، لكن أنا دارتها بالجغرافية والأشجار والرطب لا يكون في بيت لحم مستحيل يعني، إذا تريد في جوجل سترى أنه لا يوجد رطب في بيت لحم على كل الأحوال هذا الأمر يبقى للبحث أنا لا عندي عنه فكرة، لم أبحثه جغرافيا أو مناخيا لكن أوعدك أن أبحثه بنعمة الرب وأسأل كمان المسيح، أشكرك أخوة ليلة سيبارك حياتك، شكرا لك طيب نأخذ عبد المسيح من أستراليا ألو أهلا بيك يا أخ عبد المسيح، تفضل أهلا بيك يا أخ عبد المسيح، تفضل أنا مستحيل هذه الساعة، لاتصدح لازم أنا مستحيل أنك إنك من أستراليا، يعني في أنت تصل هذا الوقت، يعني أكيد سيكون فيه ساعة نعم تفضل أنا من أولاء الغرب أستراليا تفضل أنا مشكور وموصود من البرنامج الذي تقدمه الله يباركك عزيز عبد المسيح طيب كمان ناخد أم عماد من أمريكا أهلا بيك أخد أم عماد أهلا ربنا يباريك أخ واحد واقتصادي أنا لي تعليقين صغيرين جدا على الموضوع ده أولا يعني كون الكرآن يقول إن مريم أخت هارون أو موسى بأي تبرلات يقولها فده أكبر دليل على إن القرآن مش كلام ربنا لأن ربنا مش هيغلط في الشخص اللي هو تجسد فيه اللي هو المسيح لكل المجل تاني حاجة أنا سمعت تعليق ظريف جدا من واحد شيخ سلفي كان مسلم وعبر بيقول أتحد ده أي مسلم يقول كلمة نفخ في إيه باللهجة العمية بتاعتنا قدام أولاده صحيح يعني فعلا وبعدين يعني تعليق مني يعني هو اللي نفخ ده بينفق في بلونة يعني إزاي إزاي يحطه ربنا يحط من قدر ربنا بالطريقة دي ينفخ في إيه هو حاطب بلونة بقه بينفخ فيها شكرا لك ختم عماد ربي بارك حياتي شكرا بنا معك أريد أن أخذ الحطة قرآنيا لو سمحتيني لأنه قرآنيا مدمرة لأي واحد يحب يهرب بص معي عزيز المشاهد نحط هذا على الشاشة قدامكم وشوفوا معي أنا سأقرأ من آل عمران 33 إلى 35 إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع علي دي الوقت قدامنا الله اصطفى آدم ونوح وإبراهيم وآل عمران طيب هنا لما الترتيب اللي قدامنا ده لما يقول نوح إبراهيم عمران عمران آل عمران مين عمران ده اللي هنا اللي اصطفاهم المفروض أبو موسى و هارون هو أبو موسى و هارون طيب طيب يعني دلوقت إحنا في الزمن ده بنتكلم عن عمران ده ما هو بعد إبراهيم أكيد حيكون موسى و هارون ما فيش حد تاني لأنه إبراهيم إسحاق يعقوب هم آل إبراهيم خلاص آل إبراهيم دخل فيهم إسحاق و يعقوب طيب عمران جينا دلوقت إحنا اللي هارون موسى و هارون دلوقت نص قرآني احنا دلوقت 33-34 طيب 35 خلينا نقرأ 35 خلي بالك يعني هنا إحنا عن آل عمران أبو موسى و هارون يعني عمران موجود من زمن موسى و هارون ده أبوهم خلاص ده 33-34 شوف 35 إذ قالت امرأة عمران طيب من عمران ده ده أنا على طول ده السياق هيكون عمران من غير ده اللي هو أبو موسى و هارون نعم ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم تأتي امرأة عمران هنا بذاتها تنذر ما في بطنها امرأة عمران التي هي أم موسى و هارون نعم تندر مين تندر اللي بطنها أنا ما طلعتش من ثلاث سطور في القرآن ما جبتش من سورة تانية بتكلم على السياق سياق النص القرآني اصطفى آدم نوح إبراهيم العمران يبقى أنت في السياق بتاع أهل عمران أبو موسى و هارون فجأتان يقول إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ممتاز تلد هذه امرأة عمران تلد بنت تسميها مريم تكون أم المسيح وهو النص قدامنا نمشي بعيد ليه فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثة وإني سميتها مريم وضعت أنثة وسميتها مريم يعني هنا في مشكلة زوجة عمران التي هي أم موسى و هارون تلد مريم تلد بنت تسميها مريم تكون هذه المريم هي أم عيسى وعادي يستخدم القرآن لها ذات الاسم بنت عمران في القرآن على سبيل المثال سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين يعني عمران اللي هو أبو موسى و هارون أنا في السياق يعني ما بقحمش شيء على شيء أنت في السياق تلت نصوص آل عمران تلاتة وتلاتين أربعة وتلاتين خمسة وتلاتين تلاتة وتلاتين بيقولك أنه الله استفى نوح استفى آدم نوح إبراهيم آل عمران يبقى أنت في أي عصر بس بالراحة كده وخليك صادق مع نفسك أنت في أي عصر أنت في عصر النسيح ولا أنت في عصر الناس دول أنت في عصر الناس دول على طول النص اللي بعده إذ قالت امرأة عمران خلاص يبقى عمران ده هو اللي في السياق بتاع النص القرآني فإزاي قرآنيا بصراحة خمسة وتلاتين آل عمران حاصرت كل من يريد أن يهرب يؤكد القرآن إنها أخت هارون بكل بساطة في النصوص دي لما يجي أول سورة مريم 28 يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية يبقى هنا لما يجي أول عن مريم ويسميها أخت هارون بالمنظومة دي نعم واضح أن القرآن كان فاهم أن هي أخت هارون خاصة خاصة أن هارون عنده أخت اسمها مريم فعلا يعني هارون أخو موسى نعم نعم عنديهم فعلا أخت اسمها مريم هي الكبيرة نعم طيب أنت لو جمعت دلوقت المعطيات اللي قدامنا يعني الله استفى نوح آدم نوح إبراهيم آل عمران امرأة عمران تندر اللي في بطنها أنا ندرته لك تطلع بنت البنت دي تسمى مريم نعم مريم دي تروح تنجب عيسى لما تنجب عيسى يسميها القرآن أخت هارون هل دا مجاز هل التوليف دي اللي عامل القرآن دا مجاز ولا فعلا كاتب القرآن سقطه تاريخيا زي ما ذكرت أختنا نهال من شوية أخطاء تاريخية وجغرافية وأخلاقية كمان هون دا سقوط تاريخي إيه اللي جاب دا حتى وفد نجران كان بالتريق على رسول الإسلام يقول دا مش دا نبيكم اللي بيقول عنها أخت هارون يعني مش الموضوع جديد إنه الناس مش قبله دا من زمان غير مقبول في شبه جزيرة العرض نعم في مهد الإسلام غير مقبول الموضوع تماما إنه يقال عن عن مريم إنها أخت هارون يعني دلوقتي مريم اللي هي أخت هارون اللي هي أخت هارون صحيح حقيقة ممكن يكون الكاتب القرآن تلخبط بينه بكل بساطة لأنه ما جاب ما تكلم لنا ما عمل أي فواصل لما قال إنه استفى آدم نوح إبراهيم آل عمران امرأة عمران حبلت نعم ندرت جابت مريم مريم تبقى أم عيسى يجي أقول لها يا أخت هارون وهارون عنده أخت اسمها مريم هذا لا يمكن يكون مجاز نفس الأب ونفس الأخ ونفس التاريخ نعم لا يمكن أن يكون مجاز نفس الحقبة نعم يبقى إذن هذا لا يمكن أن يكون مجاز بأي شكل من الأشكال وهذا خطأ فادح سقط فيه كاتب القرآن طيب خليني أسألك هو موضوع نزلت لك ما في بطن دي هل طبعا هي امرأة عمران المفروض هي يهودية تمام المفروض طبعا يعني هي من بني إسرائيل من بني إسرائيل طبعا هل عندهم أن الوحدة تنزر الطفل قبل ما يتولد ولو جات أنسة وممكن تدخل المحراب لأننا نعرف أنها دخلت المحراب لا هو في الثقافة الدينية اليهودية يمكن أن ينزر الولد هي طبعا قبل أن تلد ده بعد ما تولد هي دية نزرت قبل أن تلد فلما ولدت لكتبين فنذرت النزر لا يكون في العهد القديم للبنات الذين نزروا في الكتاب المقدس كان كلهم صبيان يعني مثلا صمويل ودته أمه وهو الوحيد والحالة الاستثنائية الفريدة الذي عاش في بيت الرب هو صمويل وجدنا شمشون نزير الرب لكنه لم يذهب به إلى الهيكل كان في مكانه وهو نزير الرب وعاش في مكان في منطقة قريبة من فلسطين لأنه كان من سبت دان وكان قاضي هو صح وكان قاضي أحد القضاء قبل أن يرحل سبت دان إلى أقصى الشمال كان موجود هناك وبالتالي كان نزير الرب ولكنه لم يعني يذهب به إلى الهيكل يذهب بالبكر إلى الهيكل في طقس معين لا لكي يعيش هناك يذهب بالبكر إلى الهيكل بالبكر وليس أي صبي كمان يذهب به إلى الهيكل يقدم كان عنه زبيحة الأم تقدم زبيحة خطية وزبيحة محرقة وخطية وفي ذات الوقت يفدى لأن الرب حينما ضرب الأبكار في أرض مصر أصبح كل الأبكار بتعبن إسرائيل هو فداهم فابتوعه هو فأصبح كل بكر في إسرائيل هو مقدس للرب فلما جي اختر صبت لاوي قال أنا اخترت صبت لاوي عوض عن الأبكار لكن لا بد أن يفدى كل بكر فكان بيذهب به إلى الهيكل ويدفع عن كل بكر خمسة شواقل أيضا فضة لأن الفضة تشير إلى الفداء وهي موجودة مدفونة تحت خيمة الاجتماع قواعد الخيمة الفضة وبالتالي كان يفدى بخمس شواقل الفضة بالإضافة إلى ما تقدم الأم زبيحة محرقة وزبيحة خطيئة هذا بالنسبة إلى البكر إنما واحدة تتشاله وتتحط في المحراب والمراقبة الليلية النهارية التي كانت على ابنة عمران كما نقرأ في التفاسير وهذا ما سنقدمه بنعمة الرب الأسبوع القادم إذا شاء الرب عشنا فهو أمر بعيد عن ده من الكتب المنحولة هيلاغو الأساطير هيلاغو إنما الواقع والإنجيل المقدس التيار الرسمي للوحي المقدس عند المسيحين كافة كل هذا كلام خاطئ غير صحيح يعني إذن في أبسط الأمور كاتب القرآن حتى في موضوع النزر برضو أخطأ يعني القصة كلها بتهيأل إحنا لو مسكنا كل كلمة وإحنا بنتكلم عن ابنة عمران كل كلمة تجعلت في القصة ممكن نلجأ فيها مشاكل صحيح لأنه إنتي لما إنتي نزرتي ما في بطنك طيب طلعت بنت لو إنتي ندرت ندرت إيه فبالتالي إذا كان لم يكن ولد كانت بنت مين اللي قال البنت بيوده عشان تعيش في خيمة الاجتماع أو في الهيكل كان في ذلك الوقت الهيكل فدي في الكتب المنحول آه ممكن تلاقي لكن الحقيقة هي غير ذلك تماما نعم فإذن الذي ينذر هو الصبي الولد وبعيد من المحرب بعيد من المحرب ويكون نزير الراب يعني مكرس للرب يعني بتاع ربنا الحالة الاستثنائية الوحيدة في التاريخ المقدس الذي نقرأه هو صموئيل نعم اللي شالته أمه وخاندرته في الهيكل طيب إحنا هنتكلم في الحلقة الجاية عن زكريا لكن خليني أسألك عنه مريم الصبية طبعا هي كبرت في المحرب حسب ما أنا أفهم ما بعرف أنا إذا كنت يعني معلومات دي صح أو فيها حاجة كبرت ابنة عمران وموجود زكريا في المحرب صحيح لوحدهم والشيطان ما كان تاليتهم ولا هنا لو يعني بكل بساطة هذا كلام رسول الإسلام يعني أي رجل امرأة بيكون تاليتهم من شيطان نعم الشيء الغريب إنه زكريا في التفاسير الإسلامية حابس ابنة عمران يعني خليناه الحاططة واضعة في غرفة ولا يدخل عليها أحد إطلاقا يدخل عليها زكريا فقط يودي لها الأكل وكل شهر في وقت يعني فترة عذرها الشهري يأخذ لمراته كويس هذا الأمر لو إحنا مسكناه كده في السياق طيب التسعة شهر اللي يحامل فيهم لا امرأة زكريا لاحظت شيء ولا زكريا لاحظ أي شيء ولا هي ما كانش عندها بطن ولا يمكن زي ما قال لنا ابن عباس إن ابنة عمران بتاعتهم حملت وولدت في ساعة ما هو ما في غير كده بصراع عشان يطلعوا من المأزق ده ابن عباس حبر الأمة يعني يقولك الكلام ده هذا الاقتراح إن هي حبلت وولدت على طول لأنه حيودوها فين انتبذت من أهلها مكان مشاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيحي ملا قلوبكم احنا معكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الدليل اسمحوا لي أذكركم بأننا بنعمة المسيح وزي ما أعلننا هنبدأ سلسلة جديدة بعنوان علاقة محمد باليهود الأسباب والأسرار وحيكون معانا من إسرائيل برضو زي ما أعلننا السيد موردخاي كيدار في بعض حلقات السلسلة واللي حنبدأ